ترأس رئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكرية في قطاع غزة وأكد مجلس الأمن القومي أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهون في حمايته مشددا على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين مع رفض واستهجان سيسات التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وقرر المجلس العمل على توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تنول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية فضلا عن مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين كما قرر المجلس تكثيف الاتصالات مع المنظمات الإغاثية الدولية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة وإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدأ وإطلاق واستئناف عمليات حقيقية للسلام